السلام عليكم و أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة عن تقديم الجولة و أهم مباريات الجولة القادمة اللي بتجيكم مني أنا حميد كيالي عن طريق قناة سيلفي سبورت اليوم رح نحكي عن 6 مباريات فيه 3 قمم بالدوري الإسباني و 3 قمم بالدوري الإيطالي هنا تقريبا أهم مباريات هاي الجولة خلينا نبدأ بمباريات الدوري الإسباني و نختم بمباريات الدوري الإيطالي بإسبانيا فيه 3 مباريات المباراة الأورى رح تجمع غرناطة مع برشلونة برشلونا اللي حقق فوز كبير على 3 قبل باو أو فوز صعب 3-2 برشلونا بس اللي بتحس انه ركب الانتصارات شاف التشكيل المناسبة عثمان ديمبلي عطاهن بعد آخر لبرشلونا بصراحة وصار واضح انه كومان عنده لعبين أساسيا بخط الهجوم اللي هنن ديمبلي وميسي وبيدور بين براثويت وغريزمان خلف هذا الثلاثي فيه نجم عبينثر سحره على أرض المرعب اللي هو بيدري بيدري اللاعب اللي بصراحة هو أفضل موهبة بالدوري الإسباني هو اللاعب اللي غير شكل برشلونا باللحظة اللي كان ميسي ما بيقدر يغير شكل برشلونا بسبب الشكل وكان خارج الموت تماما جريزمان البعيد ديمبلي المصاب كوتينيو اللي مرة بيعطي مرة لا اللاعب الوحيد اللي كان بيعطي باستمرار مباراة بعد الثانية هو بيدري حتى بمباراة التلتك بلباو اللاعب سجل واللاعب صنع واللاعب كان شعلت نشاط هو أول لاعب بيضغط على خط الدفاع أول لاعب بيفرغ نفسه بيكون لاعب لحتى يستقبل تمريره من المنافس وأول لاعب بيرفع رأسه لما الكرة معه وبيشوف أفضل زاوية تمرير لأفضل لاعب باللحظة اللي بديه يمرر فيه برشلونا مشكلته دفاعية أنا برأيه ما زالت مستمرة لأنه هجوميا عاب يخلق فرص كتير أحيانا عبيستغل أحيانا لا أحيانا عبيسجل هدف بيتريك المباراة مثل ما شاهدنا بورايات سابقة والخصوم عبي يرجعوا بس مشكلته بالضل دفاعية الفريق ممكن يستقبل هدف بأي مباراة هذا الشي ممكن مع عودة بيكيه من الإصابة يتغير بس كوما لازم يشتغل أنا برأيه على هذا الموضوع الشي اللي عم نشوفه ومتأكدين منه انه كل مره عبيلعب ديونج جنب بيانتش دفاعيا برشلون عبيكون أفضل عبيستقبل عدد أقل من الهجمات أو من الفرص للخصم وكل مرة بوسكتس هو اللي عبيكون أساسي دائما في مشاكل دفاعية خلف محاور الارتكاز أمام قلبي الدفاع بس بشكل عام برشلونة بتشوفوا انه هلأ صار يعني بالمركز الثالث بتشوف انه خلص فعلا الفريق ثلاثة انتصارات متتالية أخذ هذا المد أو الثقة أو الشي اللي كان عبيدور عليه انه شوية انتصارات متتالية بتشكيلة ثابتة تقريبا وكوما وجد ضالته أخيرا بتشكيلة جيدة بتلبية طموحاته خاصة على المستوى الهجومي المباراة الثانية بالدورة الإسبانية رح تكون بين أتلتك بالباو وأتلتك ومدريد بالباو اللي استلموا مدرب جديد مارسلينيو وكان الله في عونه يعني لأنه بالمباراة الأولى كان لازم يشوف أو يقابل برشلونة بالمباراة الثانية أتلتك ومدريد وبالمباراة الثالثة اللي هتكون بكاس السوبر مع ريال مدريد أقوى ثلاث فرع بإسبانيا بثلاث مباراة متتالية مع مدرب جديد اللي كان عبي يطمح لأله يمكن بالباو هو صدمة المدرب الجديد أمام برشلونة هذا شي ما تم الفريق قدم مباراة على حسب إمكانياته خاصة أنه مارسلينيو كمدرب تاريخيا مع برشلونة ما عنده نتائج جيدة أمام أتلتك ومدريد الفريق اللي بيعرف يفوز كيف ما كان وضعه بالمباراة ومهما كان اسم المنافس دفاعيا وهجوميا عنده أوراق كتير دفاعيا صلب جدا هذا الفريق مثل كل سنة أو مثل عوايده مع سميوني هجوميا عبي يلاقي الحلول في بعض الأحيان ما عبي سجل كتير أهداف حتى كوما حكى عن هذا الموضوع أنه الفريق إذا كان متصدر ورايح لي يأخذ بضوط الدولي فبسبب قوة دفاعه وليس بسبب قوة هجومه لكن هجوميا فيه نقطة مضيئة لازم نحكي عنا هون اللي هي لويس سواريز تعاقد المجاني الكتير غير شكل أتلاتيكو مدريد اللاعب لوحده جاب 12 نقطة أتلاتيكو مدريد هذا الموسم أهداف بيسجله هو وبتنتهي المباراة من بعده هذا الشي اللي خلق أتلاتيكو يحسم كتير مباراة والشي الثاني المهم جدا اللي هو سميوني اللي الفضل فيه وكان هو صاحب البصمة ماركوس لوريانتي اللاعب اللي كان منبوض من ريال مدريد يعني ريال مدريد ما عارف يوظفه بصراحة بالطريقة الصحة اللاعب مع سميوني يعني حتى أدواره بالملعب تغيرت اللاعب صار هداف اللاعب دائما أمام المرمى بيسدد يعني بيحاول يخترق اللاعب مهم جدا أنا برعي بمنظومة سميوني عبتساعده كمان باللحظة اللي سواريز بيكون فيه خارج الفورما اللاعب هو اللي بيسجل اللاعب يشيل أتلاتيكو مدريد على أكتافه لكن بشكل عام أتلاتيكو مدريد عب يفوز حتى ولو بالدقيقة الأخيرة وهي هي الصفات البطلة انه حتى بالمباراة المعقدة المغلقة الفريق عبيقدر ينتصر ويكمل مشواره وعنده مباراة مؤجلات ما ننسى لو فاز فيه راح يبقعد كتير عن ريال مدريد وعن برشلونة المباراة الثالتة بالدورة الإسبانية هي أساسونا وريال مدريد ريال مدريد اللي عبيعيش فترة جيدة جدا أنا برأيه فترة على المستوى الفني وممتازة الفريق كمان قدر مرتان يا زيدان يلاقي نفسه مع تشكيلة مناسبة فاسكيز اللي عبيعطي مباريات مهمة مباراة بعد مباراة عبيثبت نفسه أكتر وأكتر لأن هذا اللاعب فعلا كان بيستحق فرصة من قبل الخبر الحلو عودت أسينسيو لبعض من مستوى سجل وصنع بالمباراة الأخيرة ولوكا مودريتش طبعا هو أجمل أشياء بريال مدريد هذا الموسم اللاعب اللي صغير كتير بالعمر اللاعب اللي فعلا مباراة عن مباراة عم نتأكد أنه أوصاف مثل موسيقار مثل رسام مثل راقص على الجليد تناسب هذا اللاعب اللاعب بيطلع بالكرة تحت الضغط وبطريقة بتحببك أنه تشوفه مرة تانية محطوط تحت الضغط لحتى ترجع تشوف لقطة جديدة ممكن يعمل لوكا مودريتش ويطلع فيه الشيء السلبي الوحيد أنا برأي بريال مدريد هاي الفترة هي مسألة تجديد عقد سير جيراموس هذا الشيء اللي ممكن يخلق بلبلة بالفريق ممكن يخلق التوتر بغرفة الملابس ريال مدريد بيغنى عنه بهاي الفترة الحساسة من الموسم أنا برأي زيدان طالب علنا مرة واثنين وثلاثة بالمؤتمرات الصحفية أنه لازم ينتهي ريال مدريد من موضوع تجديد عقد أو عقود اللاعبين ولكن على رأسهم سير جيراموس وأنا مع سير جيراموس يعني اللاعب فعلا ماديا يمكن يحصل أرقام أكبر خارج ريال مدريد فهو بعد كل شيء قدمه هو قائد هو روح ريال مدريد أنا بتصور أنه حتى لو كان فيه ميزانية أو سقف رواتب ما لازم يطلع منه ريال مدريد فيه استثناءات أحيانا بكلة القدم لاعب استثنائي بصلاحة لاعب هو جاب العشرة ولاعب هو كل شيء بريال مدريد هذا الموسم وبالمواسم السابقة ولو لا وجود سير جيراموس أنا برأيه بعد خروج كارسيانو رونالدو يعني ريال مدريد كان وضعه سيكون أسوأ بكثير أنا برأيه لكن اللاعب شال ريال مدريد باللحظة اللي مدريد كان محتاجه فيه فأنا بتصور أنه حق من حقوقه ياخد آخر عقد لأله اللي هو آخر سنتين مع ريال مدريد يعني بالرقم اللي اللي ما في فرق كبير بين مطالبته وبين الرقم اللي اللي عم يدفعه فلورنتينو بيريس فمنطقيا لازم يتجدد العقد أنا برأيه بلا بس هذا هو الشيء الوحيد السلبي بريال مدريد باللوقت الحالي منروح على الدوري الإيطالي اللي صار فيه يعني مجموعة مباريات كتير كبيرة دوري ناري تنافسي باللوقت الحالي خاصة بعد قمة اليوفي والميلان اليوفي اللي فارض نفسه بالسانسيرو فاز عن جدارة رغم أنه ميلان أدى مباراة كتير كبيرة بس كان واضح أنه فيه فرق بدلاء كان واضح غياب زلتان غياب الناصر غياب ريبيتش كان واضح أنه المدرب بيولي لما حتاج يبدل شيء لما حتاج يغير لما حتاج يرفع الرتم ويكون خطر وشرس أكتر على المرمى ما كان فيه حدا عنده على الدكة بسبب إصابات كورونا وبسبب إصابات وإيقافات مختلف اللاعبين بالدوري الإيطالي فيه ثلاث مباراة كتير كبيرة فيه مباراة بين الثاني والثالث انتر وروما انتر اللي ضيع فرصة ذهبية لأنه هو يكون متصدر بالوقت الحالي لأنه خسر من سمدوريا قبل قمة جوفنتوس وميلان وخسارة تانية من روما ممكن تدخل انتر باللحظة اللي أنا حكيت عليها سابقا أنه مع كونتي ممكن أي شي ينفجر ممكن الفريب أي لحظة يطلع عن الترك الصح ويصير التفكير بشي تاني ويصير التركيز على شي تاني ويبتعد التفكير والتركيز عن بطولة الدوري رح يلعب أمام روما الثالث اللي هو كمان عنده طموح أنه يطلع هو على المركز التاني ثلاث انتصارات متتالية لروما يعيش أفضل فترة له هذا الموسم فهي مباراة فعلا كتير كبيرة خلينا أشوف إذا كونتي رح يتقبل الضغط إذا كونتي رح يقدر يطالع أفضل شي عند لاعبينه بمباراة مثل هاي لأنه صدقوني خسارة تانية لأنتر يعني كل صحف إيطالية رح تحكي على كونتي ونرجع لنقطة الصفر اللي كونتي كان مهدد فيها أنه هو يقال من تدريب انتر المباراة التانية الكبيرة بالدوري الإيطالي هي ميلان تورينو هاي أول مباراة رح نشوفها لميلان بعد أول خسارة وكتير مهم نشوف ميلان كيف ردت فعله بعد أول خسارة هل الفريق ذهنيا جاهز صلب أنه هو يتحمل خسارة بعد أكتر من تعثر بتعادلات أمام بارما وجنوا هل هو قادر أنه يكمل المشوار بدون زلاتان لفترة أطول هاي الخسارة بعد فترة طويلة لما تجي الخسارة بيكون إلى ردة فعل سلبية عادة هون دور مالديني وبيولي وإبراهيموفيتش هدول الناس الكبار اللي ممكن فعلا ذهنيا يخلوا الفريق ثابت لأنه المباراة أمام تورينو تورينو عبيعيش واحد من أسوأ ومواسمه بالمركز 17 فمهم كتير أنه ميلان يرجع يربح هاي المباراة لحتى يرجع يوقف على أجره يرجع يثبت أقدامه ويرجع يحس أنه هو هذا الفريق اللي أوكي مباراة كانت كابو الجواود وخسرناها ولكن نحن ما زلنا مؤمنين أنه نحن ممكن نروح لأبعد لحظة ممكنة بالدوري الإيطالي هذا الموسم المباراة الأخيرة هي مباراة جوفنتوس وساسولو ساسولو الغير مستقر ولكن الممتاز جدا بيقدم قدم جميلة جدا آخر خمس مباراة لساسولو متعادل مرتين وفايز مرتين وخسران مرة فالفريق عامل خمس مباراة جيدة ترتيبه الخامس رح يلعب مع الرابع اللي هو يوفنتوس جوفنتوس اللي بصراحة قدم مباراة مثالية أمام ميلان تشبه مباراة برشلونة شفنا أوراق رابحة كيازا بيبالا مع رونالدو الثلاثي رائع حتى بخط الوسط بنتاكور مع رابيو قدموا مباراة ومتازة صار فيه شي جيد بس مشكلة جوفنتوس هذا الموسم الاستمرارية الفريق ممكن يعطيك مباراة كتير كبيرة وحلوة وفيه منفاتيح لعب كتير وبتحس انه صلب دفاعيا هجوميا عنده حلول كتير المباراة اللي بعدها فورا بتحس انه سلم الكرة للمنافس حاولي يلعب على المرتدات فاز بهدف بغير اقناع او حتى تعادل او اي شي ممكن يصير مع جوفنتوس بيرلو مشكلته الاستمرارية فهل راح نشوفه هالاستمرارية امام ساسولو الفريق الخطير جدا على مستوى الهجمات المرتدة وسريع جدا بيشبه اتلانتا كتير تبع الموسم الماضي هلأ منروح لقسم الاخير اللي هو قسم التوقعات بالدوري الاسباني انا بتوقع انه ريال مدريد هو اللي يفوز على اوساسونا اتلتكو مدريد على اتلتكو بالبا هو اللي يفوز وبرشلونة بتوقع يفوز على غرناطا بالدوري الايطالي ميلان تورينو بتوقع ميلان هو اللي يفوز روما وانتر بتوقع تعادل وجوفنتوس وساسولو بتوقع جوفنتوس لا تنسوا تكتبوا لي بالكومنتات لو سمحتوا توقعاتكم لنتائج المباريات الستة وخلينا نرجع بعدين للكومنتات بعد المباريات ونشوف مين فينا اللي كان صح لهون الحلقة توصل لنهايته لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا شير لهذا الفيديو لحتى يوصل لأكتر عدد ناس ممكنة بشوفكم ان شاء الله لأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته